مكملين طبعا حوارنا مع ضيفتنا بالستيديو والبعض كان يلقبها بأحد مشاهير السوشال ميديا وكان يلقب لها أيضا بالفاشنستة أو البلوغر راح نعرف حقيقة هذه الشخصية معنا سنيورتا لكويت حياتي الله ومنورتنا في راكم شباب يهلا ومرحبا فيكم تشرف طبعا أنا موجودة هنا من دعوة كريمة من المعد علي شويطر ما قسر وطبعا شرفت فيكم ريم عبداللطيف يبتل يهلا ومرحبا فيك وأكيد منورتنا بالستيديو طبعا نبنعرف حقيقة سنيورتا لكويت مثل ما قلت في بداية الموضوع أنت بلوغر أو فاشنستة أو مشهورة في السوشال ميديا خلنا عرف شون تبين أنت يتوضحين لمتابعين شو اللي قتابنا عبر شاشة تلفزيون الراي من هي سنيورتا لكويت أنا مو فاشنستة ولا ناقدة فنية لأن الكل يتابعني يقول لي أنت يتحشين أنت يتنتقدين أنت تتكلمين عليهم فنانين وتشريفة أقول لهم أنا مو ناقدة أنا مجرد بلوغر ناقلة حق خبر لدي صفحة مشهورة بالإنستجرام يعني أنزل الفيديو مثل ما يوصلني حق الفنان لا ركب مقاطع ولا أنتقد اسم الفناني ينزل الفيديو يعني مو ناقدة ناس ما شوف بعض المواقع تنزل فيديوات وتنقد الفيديو إذا نتكلم ونقول ناقدة لازم تكون شخصية معروفة وفاهمة بالناقد دارسة ناقد يعني أنا مو أطلع بس وأنتقد الناس أو أنتقد الفنانين لأن أنا ما عندي الخبرة هذه ولا عندي الإمكانية أني أنتقد لكن ممكن أن أنتقد تصرف معين تعني راية راية بس أنا مو ناقدة لا أنا بلوغر أنا أصنف بلوغر أغلب الفيشينستات يظهرون بأسماءهم الحقيقية إلا أنت اخترتي تظهرين باسم نيك نيم وهي سانيوريت تلكويت شون السلب؟ أوي شي أنا ما كنت حابة أني أنا أظهر إعلاميا يعني أولنا أبين شخصيتي كنت حابة الموضوع يعني وحابة الإسم يعني الإسم وايد يعني غريب وتشذيب فبعدين تطور الموضوع وصار عندي نصف مليون وأكثر فلاورز فخلاص قلت لازم أطلع يعني يمكن أنا أول بلوغر يعني من الحسابات هذه تطلع يعني على الساحة حسنين سانيوريت تا أن أنت تأخرتي بالظهور في السوشال ميديا يعني من شهرين ليش مثلا ما طلعت من البداية تتعرفت الناس أن أنت كشخصية وتبينين من وهي سانيوريت تا يعني أنا مو تأخرت يعني لأن أنا ما كنت حابة أن يعتمد على شكلي لأن ناس حبتني أنا يعني معرفة من الشخصية هذه صار يعني فيه قموذ يبعرفون من سانيوريت تا فحبيت الموضوع بعد ما طلعت يعني صار فيه إقبال أكثر يعني زاد الفلاورز الحمد لله الناس حبتني يعني كنت متخوفة أني أطلع صراحة تنويها على هالنقطة هذه دايما أن يقولون أن الفاشنستات تعتمد على شكلها على الدلع صح أنها تظهر للمتابعين من شذي يصير عندها عدد فلاورز أكثر صح أنت شنو تعليقش على هذا الشيء هو شوفي أنا اللي صار معي العكس أن أنا اعتمت على أسلوبي بالطرح يعني اعتمت على شخصيتي أنا يعني ما اعتمت على شكلي لكن صج أن الشكل ساعدني صراحة يعني زاد سعر الإعلان عندي يعني وائد أشياء تغيرت بس أنه اعتماد كشكليا لا فيه فاشنستات يعني مو جمال ولد العواو لكن فين يعني حابين هالناس فيه قبول روحة يمكن روحة نشوف احنا الحين الدارج عندنا أكثر البنات قاعين شيرون ثقافة المكياج ثقافة اللبس ثقافة المطاعم أكثر شي صارت عندنا الثقافة هذه دارجة بين المجتمع نزين الثقافة الفكرية وينها من هذا كله؟ لا احنا عندنا ترفاش نستات مثقفات أمانة يعني عندنا مثلا إذا يبقى أسماء عند تفوز الفهد يعني ما شاء الله أنا بالنسبة لي هي نبر وينة الحين محترامي حق الباجي يعني مثقفة يعني إنسانة يعني لما تتابعينها تستفيدين منها أمانة يعني يعني فيه فاشنستات الطوفين ما تبتتابعين بس ما نشوف روحة الثقافة يعني دائما نشوف روحة ثقافة المكياج بس ما تكلمت بالمستوى الفكري ما شفنا الفكر مالها فيه لا فيه ناقشون فيه يمكن ما بيأذكر أسماء يعني لأن ما أهضم أحد يعني حق أحد لكن فيه يعني فيه متقفات عندنا وفيه دارسين وخريجات لكن فيه يعني بالمقابل فيه يعني إنه واحدة تابعينها وماكو شي ماكو غير إنه استعراض شكل شو عشان أجذب الفلاورس بس يعني فيه تشذي وفيه تشذي يعني هل الفئة اللي حنتي قد تكلمين عنها اللي بس معتمدين على شكلهم واللي ما عندهم فكر أو ثقافة بشكل عام هل أساءة وللي عندهم فكر وطرح أو رسالة يبوني غادمونها من السوشال ميديا طبعا عبداللطيف يعني الحين اللي حصل للأسف أن يعني وايد قاعد يحتمدون على الشكل يعني ناس مثقفة وعلاميات ومشاهير عندنا يعني عندهم ثقافة ودارسين لكن للأسف قاعد يخربون كل هذا بأشياء ثانية أن يحتمدون على الشكل وتنزل لهم يعني مقاطر أننا احنا ننصدم فيهم صحيح يعني كنا نشوفهم يعني بالتلفزيون شيء بالسوشال ميديا يعني وأريد وأقول أن السوشال ميديا طلعت وايد ناس على حقيقتها صحيح يعني كنا مصدومين فيهم شلون طلع احنا مساعة بداية الحلقة تكلمنا أن مشاهير السوشال ميديا مؤثرين وفعلا يعني قاعد نشوف أنهم قاعد يأثرون تحقيبا على كلامك أن وايد صارت ظواهر سلبية أنزين وخذوا راحتهم جدا يعني تشوفين بعض المشاهير تتلفظ بألفاظ يعني ما تسمح للمتابعين أن يشوفون هالألفاظ هذه في عوائل وأبناء وأطفال وسقار يعني جميع الفئات العمري يقع يتابعونهم ما قاعد يأخذون الحذر من هذا الشيء طبعا لازم يكون هذا الشيء راجع حق الأهل لأنه يكون رقابة من الأهل الأم أو الأب أو حتى الأخت وتشذي أن يرقبون عيالهم لأنه ما تقدر يتمنعين أي حدي ينزل شيء لأن هذه سوشيال ميديا يعني عالم كبير يعني ما أقدر أنا يعني أنا بعد لما أنزل بوستات يعني أكون حريصة أنها ما تكون وايت أوفر ولا تكون يعني يعني أنزل حق الفنانين اللي ينشرون العادي لأنه في أطفال الآن يتابعوني فيه أعمار معينك تابعني فعلا تقلتيها يعني رقابة شخصية فيه رقابة شخصية بس حين نحن ما قاعد نشوف الرقابة الشخصية أصلا يعني هذا راجع حق الأهل بيئة الشخص نفسها يعني أنا بعد ما أقدر أنه أنا مثلا ما أنزل بوست حق إعلامية ممكن أنها طالع يعني بلبس أوفر علشان ممكن أقول عشان يعني مراهق يتابعني أرد شي شي راح ينتشر دام أنه هو ممتعدد ذوق العام ولا أن يعني الفيديو مخلب الآد هذا يعني شي طبيعي بس الرقابة لازم تكون من الأهل من هذا الكلام يعني طرق لي سؤال ثاني شلونا العلاقة شخصية بمعنة المشهورة في السوشيال ميديا مع الأشخاص الثاني خنقوا الفنانين المغنين في باجي المجالات الثانية غير السوشيال ميديا علاقة طيبة فيهم ما في أي مشاكل يعني في بعضهم أهم يقولون لي نزلين فيديو الفلاني ويكون فيديو يعني يعني ما أحب أنشره لكن يكون يعني زايد على الفيديو أزاني هل الفيديو أي فيديو يزول الشيات نزلين ويكون في بعض الفيديوهات ممكن تسيء أو يعني لا طبعا أكيد مو أي فيديو يعني يشوف فيديو يعني يخل يعني أو يضايق متابعيني ما أنا يزعلون من أنت تترفضتي كيف هم ولا يتقبلون لا في ناس تزعل هنقول لأقرب في ناس تزعل يعني أنا ما أجامل على حساب متابعيني أنا أحب متابعيني يعني في متابعين من أول ما بديت معاي ليوم يعني أتواصل معاهم شيء صار روتيني عندي فجدا أحبهم وما أرضى كومنتي مثلهم يعني لو في واحد من المتابعين قالت على متابع ثاني أمسح أو بلوك على طول لأن هذا بيتي مسكر يعني أحبهم وأبي اللي يدخل أو يتابعهم يحترم الموجودين يعني فلو أرزي ما شاء الله كلهم يحبون بعض فصار الناس العائلة الله يحبون يا رب طبعا كمين حوارنا معات ورح نعرف كم قضية أنت رفعتها أو قضية مرفوعة عليك ولكن بعد الفاصل ما زلنا نستمرين في الحوار مع سنيوريتة الكويت والاتهامات الموجهة ضد الفاشينيستات السؤال اللي الحين كم قضية مرفوعة عليك وكم قضية أنت رفعتها أنا مرفوعة علي أول ما بلجت من فاشينيستات بس الحمد لله كانت لي صالحي وخلصت القضية وطبعا أنا كلها كل الاحترام لأنها كانت فاهمة الموضوع غلط وأنا رفع ثلاث رفع ثلاث أنا ما أرفع من يوتوريز لكن لما يتدخلون في خدود بأمور شخصية جدا وأنه سب بأمور مخلة بالأداة بتركيب صوت لازم أضطر أني أرفع قضية طبعا محامي أوجه لتحية محامي ظاهر الظفير يعطي العافية يعاني معي من هالموضوع يعني رفعنا الحين ثلاث غضايا وعلى أكاونتات يعني مو شاهد أغلب الفاشينستات يعني قاعد تصير معهم هذه السالفة فهل هي تعتبر مصدر رزق آخر بعض؟ لا والله هو مو مصدر رزق ممكن في ناس ايه فعلا يعني أنا واجهت شيء من رفع الغضية كان حسيت أنه يبوني فلوس لأنه ما كان في موضوع أساسا لأنه ما في تجريح ولا شيء مجرد بوست نزل لكن أنا رفعت لأنه طريت أني أرفع لأن الموضوع تطور فعلا وسب يعني بالأخلاق حفظ الكرامة يا أكبر حفظ الكرامة تشدير عشان تشد رفعت وهم مشاهر طبعا يعني جم أكاونت فني بس ممتاز من الغضايا ننتقل لاتهام ثاني أنتم متهمين مشاهر السوشال ميديا أنكم قاعد تعطون الشهرة لمن لا يستحق الشهرة يعني قاعد نزلون بعض المقاطع لبعض الأشخاص ما يستحقون أنهم ينتشرون وقاعد نشوفهم بعد هذه المقاطع اللي قاعد ننتشر لهم للمجتمع بشكل عام عشوف عبداللطيف في نوس احنا مشاهر نزل لهم إعلاميين ومعروفين لما أنا نزل يقول لي مثلا ييني كومنت أن أنت يقعد ساهمين تشهرين الإعلامي هذا إنسان أوه مشهور أردي شان أنا أشهره فلا طبعا أكيد يعني طبعا في الهبة هذين طالحين صور مينون وصور مشهور صح فإيه والله فإحنا لما نزل لهم لبيو يسعد لما أنزل شي عادي أو بس عادي اخبار رياضة أي شي ما في فيو ما في كومنت المجتمع هو يبيتشدي طبعا صراحة هذي قلتينها المجتمع يبيتشدي إذا نزلتينها شي إيجابي بصراحة ما يبيش شيء إيجابي ولا يبيش شيء حلو يبوني يشوفون الأشياء السلبية يبوني يشوفون الأشياء اللي فيها خنقول يمكن فضايا حق بعض الأشخاص أو المشاهر اللي ما يستاهلون الشهرة وإذا ما حطيتها هم يتحلطمون فبالحالتين المجتمع رأي تحلط دام أنه أنا مو متعادية ذوق العام ولا متعادية على أحد بناء أننا نحن قاعدين نتكلم عن المجتمع ما يصير بعد نمشي على رأي المجتمع شنو الإضافة اللي أضفتوها للمجتمع بينا حقيقة وعيد ناس ناس يعني كنا يعني التلفزيون كان يعرض لنا شيء والسوشال ميديا يعرضت لنا شيء بمعنى أن كنا نتابع مثلا إعلامي أو فنان ويكون أهو قدوتنا لكن لما طلعت السوشال ميديا والسناب شات للأسف صدمنا فيهم صدمنا من تصرفاتهم صدمنا من طريقة اللبس صدمنا أن نتعدى والعادات والتقاليد اللي حنا نتربين عليها كلنا نلبس كلنا نحط مكياج كلنا يعني متفتحين مع الحين الموضوط شدي بس في حدود يعني في حدود حق اللبس حدود حق التصرفات لكن للأسف قاعد نشوف من ناس مشهورة معروفة من قبل السوشال ميديا تصرفات ما تلق فيهم يعني صدمنا فيهم يعني تهجين التقيير يعني التصرفات والمبادئ الأخلاقية لهم هل إيه من باب لجذب المتابعين لهذه الدرجة وصار التسويق في ناس يعني علامين يقولون أنا كرت يحترق لازم أخلي الناس تتكلم فيني فطبعا تلزق تلزق الشو اللبس طريقة المشية الاستعراض يعني تلجح حق الأمور هذه طريقة التصوير يعني المبالق فيها يعني هذا طبعا هذا يسئلهم يعني ما يفيدهم مثلا هذه النوعية لو نمت تكلم ونقول شنو تصفينهم فيه اللي حابين هم يسوون الشو يفقدون المصداقية فالناس ما تتكلم عنهم فيرجعون يسوون شي فيديو أن أساس يرجعون لفت النظر لهم لو كلمتين أو كلمة واحدة تصفين فيهم هذا يقلل من احترامهم ما يزيد احترامهم عند الناس يعني أبدا ولا رح يضيف لهم شي يعني يعني أكي حتى لو يشوفون مثلا الفلاورز وهاي وهاو وشذي لكن بس تمشي رح يتكلمون عنها بطريقة مو يعني سيئة مو حلوة فأنا يعني أوجه لهم صراحة أن راعوا أن أنتو يعني إحنا في بلد عداد وتقاليد رجيكم متابعين سقار يحبونكم كونوا قدوة يعني شيء حلو حق المتابعين مو يعني عمر الشو وعمر التصرفات هذه ما رح تزيد من متابعينكم بالعكس رح تقلي الناس تتكلم عليكم طريقة سلبية فعلا أن يتابعونهم مو من باب الاحترام ولا من باب الثقة ولا من باب الحب من باب الفضول نبي شوف أو من باب النغب أنا طبعا بيقول شغلة أنا مو ناصحة يعني ولا يعني بس أنا وجهة نظرك وجهة نظري يعني أن أنا يعني كلنا عندنا أخطأ وكلنا عندنا أمور خاصة بحياتنا لكن لما أنا أظهر على السوشيال ميديا أو أظهر على الشاشة لازم أكون طريقة تليق فيني تليق المجتمع اللي أنا ظهر في فيعني لازم أفصل بين حياتي وبين السوشيال ميديا وفعلا كل واحد يختار الشخصية اللي هو يحب يظهر فيها اتهام آخر أغلب الفشينستات يأخذون الأجر أجر الإعلانات وتكون غير مصداقية في الإعلان يعني تقول إعلان وتمدحها وهي ما أخذ الأجر يهمها بس الفلوس وهي غير صادقة بالإعلان مشاكل واحد بالسوشيال ميديا على هذا الموضوع أنه في بعض فشينستات للأسف يأخذون سعر الإعلان وما تروح تلتزم بالموعد أو ما تروح تتوير الإعلان أو أن تقول صار عندي ذرف أو شيذي وصل المشاكل يعني على هذا الموضوع لكن لا في ناس عندهم مصداقية أمانتين يعني إعلاناتهم خفيفة لكن في مصداقية في الموضوع فما نجمعهم كلهم صحيح إذا فقدت المصداق يعني مرة مرتين ثلاث جربت يعني شفت عرض إعلان وجربت وشفت غير يعني ما في مصداقية هني شنو راح يصير راح تفقد المصداقية راح تفقد المصداقية هذا الشي يعني يرجع لها طبعا وضميرها لأن أنا ممكن أطلع إلى السناب أو السوشيال ميديا ويرض من يعني مثلا حبوب أو تؤدي للوفاة يعني هذه صارت ثوائد يعني أو يعني مثلا الدكتور وامدحة وتذيو ولكن مفاهمة بشغلة فلازم يكون فيه مصداقية لأن هذه أمور يعني بالملايين يتابعونكم يعني لازم أنت لما تعرض منتج لازم يكون عندك مصداقية فيه فما أعرض شي ما يكون فيه مصداقية هذا أكبر قلب ويأثر على الفشنستة نفسها ممتاز الآن إجابات تسليمة في الاتهامات واتهام آخر بأن حياة المشاهير وفشنستة والبلوغر بشكل عام مبطلة لكل الكلقة يشوفها ما فيها أي خصوصية يعني باختصار مكشوفة فتعقيبتش على هذا لا طبعا أنا أنا بالنسبة لي أنا عندي واج متابعين بالسناب حياتي مو يعني عامة بالعكس في خصوصية يعني أنا ما أطلع أهلي وكلهم على السناب أو أن أحترم خصوصيتهم أحترم خصوصيتي أنا ومو 24 ساعة تصوير لكن في لا حتى قرفة النوم يصورون ما يصير يعني لازم فيه أمور خلاص يعني فيه حدود يعني فيه خط أحمر يعني ما يصير أنا كل شيء أصوره يعني ساعات يعني أشياء خاصة جدا تتصور على السوشيال ميديا يعني توصل لأمور زوج زوجتها يعني تهوشون ما يصير يعني قلط هذا اللي يعني يصير ويأثر على جال الياية يعني لازم يكون فيه شوي تحفظ بالأمور هذه والبعض منهم يعني يفتعل المشاكل لجلب المتابعين يعني يعني يتهوشون جدا ومو بس شدي إن أنا أبي سوي مشكلة وبعرضها للملأ عشان شنو الناس تشوف وشدي شنو يصير عدد متابعين أكثر فيه بعد طبعا التفاقيات تكون بيننا اثنين إننا إحنانا بنسوي شو أكشنات وشدي وبعد أسبوعين ثلاث لاقنا متابعين ما فيهون شيء رائعي حق الإستجرام والسناب شات لكن إن يعني يعني أنا بالنسبة لي أنا أشوف أنه لازم يكون فيه خصوصية ولازم يعني ما أفتعل مشاكل عشان الناس تحبك حلو أي فالمشاكل السؤال بسئلة دائما يمكن يسئلونها لمغنية إعلامي ممثل فيه مجالات ثانية دكتور ولكن منه الفاشنستة أو البلوغر المنافسة لتش في هذا المجال المنافسة طبعا شريفة وحلوة وجميلة وكانتغدمون نفس الشيء أمانة ما فيه يعني 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 ما أدري بس إن حاليا يعني يعني نفس أكونتي تقريبا يعني وانتو صديقات وتشوفينها حتى لو مصديقة يعني وتشوفينها قعد تقدم شيء طالعة يعني كشكليا ولا بس من تقديم في السوشال ميديا من تقديم الهدف اللي هي طالعة تقولها بفور واند أفتر طبعا هي صديقتي فإحنا ننفس بعض نتعب نفسها يعني حلوة يعني ووجه لها تحية طبعا بفور وائد ناس يبقون عارفون شكلها أو من أية لا جميلة وصديقتي يعني وحبها وايد وهي يعني بالعكس نساعد بعض نعطيها فيديو تعطيك فيديو وتشظي فمنافسها يعني وايد حلوة وشريفة بس هي ما تبتطلع السوشال ميديا وعندنا يعني إذا تتكلم عن الفشينستات أو يعني اللي توهم ببلشين يعني وظاهرين عندنا ما شاء الله الحين إثنافية يعني صحيح بلشت يعني تساعد يعني وأنا وجه لها تحية يعني من الفشينستات اللي أنا وايد أحبهم واحترمهم يعني ووقفت معي بداياتي يعني أنا شوي مبقيت بس أن هي بعد ساعدتني ما قسرت وفي ناس يعني من الفشينستات بعد وايد والحمد لله يعني علاقتي فيهم زينا طبعا نحن وجه تحية لكل موجود في السوشال ميديا سواء رجل أو بنت غادمون رسالة إيجابية وشي جميل وتوضيح الأسئلة والاتهامات اللي دائما توجه لكم كل ما أخيرة حابة توجهينها للجمهور والمتابعين طبعا أشكرتني وأشكره أخي عبدالطيف ما قسرت وإستمتعت باللقاء وحابة أشكر ميكب أرتس حنان بلال على اللوك والشعر ربيعة وطبعا كل ما أوجهها حق متابعين ينا أنا مناقدة وليفشينيستة أنا بلوغر سونيري تالكويت ورح تيتيب الأكاونت مثل ما أهو مثل ما حبيته ما رح يتقير فيه شي وإحنا ما قاعدة ننزل شيء بالأكاونت إلا على طلبكم أنت أنتوا حابين هالشيء كل الشكر لتسونيري تالكويت أتوقع كلكم عرفتوا من هي سونيري تالكويت عرجتكم معانا وإن شاء الله لنا لقاءات ثانية في إنجازات كبيرة قاعد قدمينها في السوشان شكرا لكم وقصرتوا شارت فيكم مشاهدين نروح مع هالفاصل ونرجع لكم